السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مهندس علاء حمام الحمراوي. ان شاء الله نشتغل مع بعض كورسات وشرح بعض البرامج الهندسية المهمة للمستخدمة في قسم الكهرباء. بداية بس الفيديو ده يعني هيكون مقدمة عامة كده. يعني هزا يعني هوضح فيها بعض النقاط المهمة اللي انا بحب اوضحها قبل اي شغل. في البداية اه الشغل اللي احنا نقدمه ده. هيفيد مين? وهيفيد اي حد عايز اشتغل في مجال مقولات. ويكون عنده او الاساسيات بتاعة قسم الكهرباء. زي والطيار يعني ايه الكبل اللوحات وهكذا. لان المسامات دي احنا نقولها في الكورس من غير ما نرجع لتوضحها. انا اعتمد ان اللي بيسمع هيكون عارفها. مش لازم يكون عارف تفاصيل عنها قوياني لكن يكون فاهم اصلا يعني ايه. يعني عارف يعني مش محتاج حد يوضحه. بس ولا اكتر ولا اه. اه لكن اه عادة يعني احنا بنقول ان احنا بنستهدف في الاساس الناس اللي هي من بعد سنة تانية كهرباء. تانية كهرباء باور. وتلتة ورابعة. وكمان الخارجين. طيب هل معنى ان احنا بنستهدف طلبة ان الخارجين مش يستفادوا? لا الحقيقة ان الحمد لله التجربة معانا اثبتت ان الناس الخارجين واللي شغالين كمان بقى لهم كم سنة في السوق. بيستفاد الحمد لله بالمحتوىات اللي بني ديها استفادة كبيرة جدا يعني. فان شاء الله يكون الكورس والمحتوى مفيد للجميع. خصوصا اللي احنا قلنا عليهم اللي هو من بعد سنة ثانية كهرباء وانت طالع يعني. طيب هل ممكن ان اتصالات مسلا يستفاد بالتأكيد? بيجينا ناس كتبوا اتصالات وناس كمان من اقسم تانية بتحبي تعمل اه نية تغير الوظيفة او حاجة زي كده وعايزة تخش مجال ما اولاد. طيب الكورس ممكن ما يفيدش مين? الكورس مش هيفيد اي حد شغال في مجال الماولاد بقى له سنين طويلة يعني بالزاد في التصميم. فشغال موقع اه ممكن استفاد. لو واحد شغال مسلا في مكتب استشاري بقى له خمس او عشر سنين. بالتأكيد مش هستفاد حاجة. او خمسة وتسعين في المية مش هستفاد اي حاجة من اللي احنا بنقوله لانه اكيد عارفه ويمكن عارف اكتر منه كمان. تمام? النقطة التانية المهمة برضو يعني ايه اللي احنا نقدمه مختلف عن اللي موجود على شبكة الانترنت او اللي موجود على اليوتيوب. انا شفت فيديوهات كتير وشفت كورسات كتير وبعضها بيوصل مسلا تلاقي على اليوتيوب كورس مسلا مية وخمسين حلقة او حاجات كده كبيرة قوي. وبتقدم محتوى كويس برضو. اه لكن المحتوى الحقيقة بيكون عشوائي شوية مش مترابط. يعني بتلاقي حلقة بيكلمك عن الكابلات وحلقة بيكلمك عن اللوحات وحلقة بيكلمك عن وحلقة بيكلمك عن كلها معلومات مهمة ما قلناش حاجة وبتفهمها بشكل كويس وبيستعرضوها آآ بشكل كويس. لكن الفكرة كلها ان مفيش ترابط يعني انت بعد ما بتسمع المعلومات دي كلها بعد ما بتخلص المية وخمسين حلقة من الكورس. آآ هل عندك القدرة في الاخر انك انت تاخد مشروع وتصممه بتلاقي نفسك ان الاجابة لأ. انت عندك معلومات في دماغك كويسة وخلاص يعني. ويمكن حتى كلها بتروح مع الزمن بالنسيان يعني لانك انت مش بتقدر تمارس ومش بتقدر تطبق. ويمكن حتى هم عندهم مفهوم خاطئ انه يقول لك احنا هنطبق بشكل عملي ازاي? بيشرح لك برضو المواضيع بشكل متفرق ويجي في الاخر ويوريك مشروع متصمم جاهز. ويقول لك آآ شوف بقى اللي احنا عملناه متطبق على المشروع ده. وكده انت خلاص كده انت طبقت عملي. وبطاقة في نفس المشكلة انك بتيجي لو هو عطاك بقى مشروع هتلاقي نفسك مش عارف تبدأ منين ولا هتروح فين. انت ممكن تكون عارف تستخدم مسلا عارف تستخدم عارف تستخدم عارف تقريبا كل حاجة بس بشكل متفرق. فعشان كده الموضوع بيبقى تحس ان هو الاستفادة الكبيرة منه بتروح يعني. طيب فاحنا ايه المختلف عندنا? احنا احنا نقدم الكورس يعني هنشتغل مع بعض. هنشتغل مع بعض خطوة بخطوة. وكل خطوة هتتشرح وبعدين هوريها لك على مشروع. وبعدين انت هتنفزها على مشروع. فانت مسلا اخدت كنا بنتكلم مسلا على تصميم الاضاءة بطريقة ما? فانا هشرحه لك وبعد كده هوريه لك على مشروع بامثلة. وبعد كده انت هتطبق الكلام ده على مشروع. وبعد كده لما ناخد تصميم مسلا اللوحات الكابلات وهكذا. ففي النهاية بتلاقي نفسك ان انت آآ بعد ما بتخلص الكورس بتاعنا ان شاء الله. بتلاقي نفسك عندك القدرة انك انت تمسك مشروع وتصميمه آآ من ايه تو زيت. حتى ان احنا لما بنشتغل الكورس يعني آآ شركات تدريب. بيكون الامتحان بتاعنا عبارة عن مشروع الطلب او مرة تشوفه. والمطلوب منهم ان هما يصميمه. فده يعني المختلف. انا بصراحة ما شفتش حد بيعمل القصة دي. او ما بيعملهاش بنفس الطريقة بتاعتنا. يمكن فيه حد الله واعلم لكن احنا ان شاء الله آآ هتلاقي عندنا حاجة مختلفة وهتلاقي عندنا حاجة مفيدة بازن الله. آآ طيب النقطة اللي بعد كده اللي هي ايه المحتويات اللي احنا هنقدمها خلال آآ فترة الكورس. آآ قبل ما بس ما ابدأ في المحتويات بما اننا برضو بنكلم آآ برضو في ممكن ناس تكون بتسمع الفيديو وهي طلبة. فأحابب بس ان انا انوع على آآ الشغل بتاع قسم الكهرباء. ان انت كخريج قسم كهرباء. ممكن تشتغل في ايه? طبعا في وظائف كتير. آآ بس انا بحب قسمها لقسمين اساسيين للتسهيل بس عشان الدنيا تبقى اوضح يعني. آآ القسم الاول اللي هو انك انت تشتغل في مصنع او في محطة مسلا او حاجة زي كده. دي كأنها بك تجعل بعضها كده. يعني انت مثلا لما تروح اي مصنع آآ هتلاقي في ماشينز فانت بالتالي لازم تكون عارف عندك كويسة عن الماشينز آآ هتلاقي في كنترول سواء بها كلاسيك كنترول او ممكن تلاقي سكادة وهكذا. فدي كده اعتبر على بعضها اللي هي انا بعتبر انها على كنترول وهكذا يعني. تمام? ودي تقسيمة خاصة بي يعني مش لازم آآ تكون صحة ولا حاجة لكن هي حاجة عامة كده ايه? توضح الدنيا. فده القسم الاول. القسم التاني وهو قسم المأولات. وقسم المأولات ده برضو متشعب. ممكن تشتغل فيه آآ فاكتر من مكان. ممكن مسلا تشتغل آآ في مكتب استشاري. مكتب استشاري يبقى مسؤول آآ بالاساس عن التصميم. يعني بياخد المبنى سواء كان مبنى تجاري او سكني او ايا كان ويعمل له تصميم الكهرابي بتاعه. من ايه تزد بقى? تصميم الاضاءة واللوحات والكابلات واختيار المحول وكل شيء بقى. فده بيكون خاص بمكتب الاستشاري او اللوحة بيعمل التصميم. طبعا مش دي الحاجة الوحدة اللي بيعملها مكتب الاستشاري لكن دي الحاجة الاساسية. وآآ مع الكورس ان شاء الله هنبقى نعرف اكتر عن تفاصيل الموضوع ديها. فانت هنقدر نقول ان كده المأولات عندنا الاول حاجة اسمها الاستشاري المسؤول عن التصميم. آآ الحاجة التانية اللي هو انك انت تشتغل في شركة مأولات وتشتغل في حاجة اسمها مكتب الفني. والمكتب الفني تقدر برضو تقول كده يعني مجازا انه هو مسؤول عن وراقيات المشروع. هو مسؤول عن المناقصات والتسعير والمستخلصات. وهكذا يعني. فآآ ده برضو جزء تاني. وده برضو نبقى نتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. آآ الحاجة التالتة انك انت تشتغل اشراف على التنفيذ او تشتغل مهندس موقع. ومهندس موقع يبقى انت معاك تصميم وعايز يتنفس في الحقيقة. فانت معاك العمال بتوعك وآآ معاك الماتيريالز بتاعتك. وتروح الموقع تنفذ الكلام ده. طبعا انا بتكلم زي ما بكرر تاني ان انا بتكلم بصفة عامة. الكلام اللي احنا نقوله ده في آآ تفاصيل كتير جدا وهنرجع لها ان شاء الله قدام في الكورس. يعني مسلا برضو من ضمن التفاصيل ازاي المشروع بيمشي. يعني ازاي المشروع بيروح للاستشاري بيعمل التصميم وبعد كده ينزل موقع. وكذا علاقة الاستشاري بالمكتب بالفني بالموقع. ازاي الدنيا دي بتمشي المهام البتاعت كل واحد فيهم والمسئوليات بالتفصيل. هنعرفها ان شاء الله. لكن حاليا بصفة عامة زي ما اتفقنا انت عندك مجال المأولات تقدر تقول ان هو بينقسم تلات اقسام. مجال المأولات تلات اقسام. قسم الاستشاري اللي هو يعمل التصميم. قسم المكتب الفني اللي هو المسئول عن المناقصات والتسعير وخلافه. قسم اللي هو اشراف على التنفيذ او اللي هو مهندس موقع. تمام? ده مجال المأولات. احنا الكورس بتاعنا هيكون بنتكلم عن مجال المأولات. ماناش دعوة خالص لا بالكنترول ولا بالكنترول ولا بالمشين ولا اي حاجة. احنا هنخش على طول على مجال المأولات. طيب هناخد في مجال المأولات هناخد بالاساس اللي هو التصميم. هناخد بالاساس اللي هو التصميم. فاحنا في الكورس ده ان شاء الله هنركز ان انت بعد ما تخلص الكورس هتكون قادر انك انت تعمل تصميم كهرابي كامل لأي مبنى يجي لك. سواء كان سكني او تجاري او اي مبنى ايا كان. آآ تصميم كهرابي كامل من كل شيء. سواء بقى تصميم الاضاءة سواء آآ تصميم الاضاءة سواء بالطريقة المانول او عن طريق برنامج الديالكس. تصميم البرايس. تصميم التكييفات. تصميم السخنات. تصميم اللوحات. الكابلات. آآ اختيار المحول. اختيار الجنريتور وهكذا. كل ما يخص المشروع كهرابيا ان شاء الله هنتعلمه خلال الكورس ده. آآ طب هالمعنى كده ان احنا مش هنجيب سيرة المكتب الفني ولا الاشراف على التنفيذ. لا هنجيب سيريتهم برضو بس بتفصيل اقل. بتفصيل اقل. في مراحل كده مختلفة من الكورس ان شاء الله هنبقى نتكلم عن آآ القصص دي كلها. فبازن الله نتمنى ان احنا يكون الكلام ده مفيد بازن الله على مدار الكورس. طيب بعد ما بتخلص الكورس بتكون وصلت المستوى ايه? زي ما اتفقنا بتكون قادر انك انت تاخد مشروع وتعمله تصميم. هل معنى كده انك انت خلاص مش محتاج حاجة? لأ طبعا احنا كل ده احنا بنسى بنبني مهندس. لسى بتبني مهندس. فانت كل اللي انت تعلمته عشان تكون قادر انك انت تروح انترفيو. آآ فتكون عارف تجاوب وتكون واثق من نفسك وتكون عندك معلومات حقيقية عن مجال شغلك. فاللي بتعمل معاه الانترفيو يكون يقدر يشوف فيك ان هو انت راجل ثقة او راجل يعني انك انت كف انك انت تخش المكان وتشتغل فيه. لكن مش معنى ان دي نهاية الدنيا. لأ دي بس مجرد البداية. اكيد لما تشتغل في اي مكان سواء مكتب استشاري او مكتب فني او اي حاجة. اكيد هتتعلم كتير وهتعرف يوم بعد يوم. ده طبيعي. تمام? عشان بس ما حدش فكر ان احنا ايه? آآ هنطلع عبقرة من عندنا يعني. طيب نقطة برضو تانية آآ ايه المطلوب منك حاليا. آآ المطلوب منك حاليا آآ انك انت تسطى ببرنامج يعني خلاص مع النهاية كده احنا ان شاء الله من المرة الجاية هنبتدنخش في الموضوع. هنخش طبعا يعني هنخش واحدة واحدة في التعمق واحدة واحدة زي ما اتفقى احنا هنشتغل من الصفر. هنشتغل من الصفر. فاحنا هنشتغل واحدة واحدة وبروحتنا لحد ما نوصل لآآ تصميم المشاريع كامل ان شاء الله. فحاليا انت المطلوب منك انك انت تسطى برنامج الاوتوكات عشان تكون جاهز للشغل. طيب بتصطب برنامج الاوتوكات ازاي? معركش. وما ليش دعوة طبعا عشان ما حدش يسألني. آآ انت تتصرف تصطب البرنامج اي ان كان بقى نوع النزل اللي عندك اي ان كان نوع النسخة اللي انت عايز. طبعا اللي يهمني انك انت الاحسن انك انت تصطب نسخة اوتوكات حديثة. هتكون اريح لك انت في الشغل. لكن اللي يهمني انك انت تصطب اي نسخة اوتوكات. ضروري? اه ضروري جدا. طب معرفتش? يبقى ما تكملش الكورس. الاحسن انك انت ما تكملش الكورس من دلوقتي. آآ الكورس بتاعنا يا جماعة تفاعلي. يعني ايه? يعني انا بشرح وانت بتطبق. طيب انا بشرح وانت فهمت. تتأكد من ده. ان شاء الله تفهم لان احنا مش بنقول حاجة صعبة على حاجة الموضوع كله سهل جدا يعني. حتى ان في ناس خارج المجال بتفهمه بسهولة وبتفهم معظمه بسهولة يعني. آآ بس آآ لو انت سمعت الكورس كله بدون تطبيق فتأكد انك انت ولا كأنك سمعت حاجة. شوية برضو معلومات حلوين وخلاص يعني وهتنساهم مع الوقت. الحاجة الواحدة اللي تقول ان انت فعلا بتعرف انك انت تنفذ الكلام ده واحدة واحدة. طب انا هسمع بس وهنفذ في الاخر مش هتعرف. هنعرف ان الكلام ده ناس بتستغربه في الاول وعشان كدائما انا بكرره. وبسترس عليه جدا لان الناس مش بتصدقه بسهولة. مش مش بيبقى مقنع يعني ما انا فهمته خلاص يعني ايه اللي فيها يعني. لأ صدقني. وانت نفسك آآ مع ان احنا لما هنمشي في الكورس شوية هتلاقي نفسك اه الراجل ده كان عنده حاجة. انا لما كنتش نفذت. او ما كنتش طبقت. ما كنتش هارف اعمل حاجة. فانا نصحت لك من دلوقتي ما تستناش لما المحادي تيجي. هتلاقي نفسك خسرت كتير قوي. طبق من دلوقتي وستيب باي استيب. فحاليا لازم سطب برنامج لوتوكاد عشان تكون جاهز للخطوات الجاي. تمام? وبكرر تاني يا جماعة آآ انا اشرح وانت اتطبق من غير التطبيق. انا معالش بكرر فيها لكن هي مهمة جدا. من غير التطبيق اعتبر نفسك ما عاربتش حاجة في الكورس ده. اوكي? حتى اننا يعني لما لو انت عايز تقيم لو احنا قلنا الكورس ده مية في المية. فتلاتين في المية منه هو اللي انا بقوله. تلاتين في المية بس هو اللي انا بقوله. ورغم النوع طبعا يعني هو الاساس انت انت جاي تسمع الكلام ده وعايز تعرفوه واشرحه لك وتفهمه. لكن تلاتين في المية هو تلاتين في المية من الكورس هو الكلام اللي انا بقوله. السبعين في المية هو التطبيق بتاعك. السبعين في المية هو التطبيق بتاعك. فانت من غير التطبيق بتاعك. هتبع نفسك ان انت خدت استفادة تلاتين في المية فقط من الكورس. اوكي? اه دي كده بس كنت مقدمة عامة لبعض النقاط المهمة اللي انا بحب استعرضها في البداية اللي هما ممكن نختصرهم في اربع نقاط اللي هو احنا قلنا هنقدم ايه وهنستهد كمين من اللي يستفاد من الكلام اللي احنا نقوله النقاط التانية ايه اللي هيميزنا عن اي مكان تاني والاستفادة اللي انت تستفادها النقاط التالتة المحتويات اا وان احنا نشتغل في شغل المأولات والدزاين اا النقاط الاخيرة ايه المطلوب منك وانك انت حاليا تدريسات البرنامج الوتوكات اا ان شاء الله من المرة الجا بازنالله نبتد نخش في الموضوع برضو اا في البداية كده واحدة واحدة اا شككو على الخير ان شاء الله شكرا